كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن التنظيم الذي سيكون عليه الموسم الدراسي الجديد 2024-2025 والذي أكدت أنه يحمل مستجدات وبرامج ومشاريع منها توسيع تدريس اللغة الإنجليزية والأمازيغية وحسب المقرر الذي أصدرته الوزارة يوم الخميس ستنطرق الدراسة في الثاني من شتنبر المقبل أعلى أن تلتحق أطر التدريس في اليوم الموالي لإطلاعهم على مستجدات الموسم وتقاسم مضامين مشروع المؤسسة المندمج معهم وخاصة الشق التربوي المتعلق بالتعلمات الأساسية التي ستعمل المؤسسة على تنزيله كما سيتم تزويدهم بملف تربوي يتضمن مقرر تنظيم الموسم ولوائح التلاميذ وجداول الحصص ودفاتر النصص والتداول معهم في التدابير والصياغ المناسبة لاستقبال التلاميذ والتواصل مع آبائهم وأولياء أمورهم ويوم الأربعاء الرابع شتنبر ستنطرق الدراسة في التعليم الأولي بمستويه وفي التعليم الأولي والثاني وفي السنة الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي وفي السنة الأولى من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والجدع المشترك من سلك التعليم الثانوي التأهيلي وفي اليوم الموالي تبدأ بالنسبة للسنة الثالثة والرابعة من سلك الابتدائي والسنة الثانية من سلك الإعدادي والسنة الأولى باكالوريا من التعليم الثانوي والتأهيلي وفي اليوم التالي الجمعة تنطلق الدراسة بالنسبة للسنة الخامسة والسادسة من السلك الابتدائي والسنة الثالثة من الإعداد والسنة الثانية باكالوريا خلال هذه الفترة يتم إطلاع التلاميذ على النظام الداخلي للمؤسسات والأقسام الداخلية ووضع النظام الداخلي للقسم بشكل تشاركي والتعريف بالخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية وتقديم مختلف الأندية التربوية الموجودة والتعريف بأدوار خلايا الإنصات والوساطة بالمؤسسات التعليمية وأكدت الوزارة أن الموسم المقبل سيعرف التعميم التدرجي لمشروع مؤسسات الريادة بالسلك الابتدائي بمعدل ألفين مؤسسة إضافية كل سنة وتوسيعها لتشمل أيضا الثانوي التأهيلي على مستوى 230 مؤسسة وسيتم توسيع شبكة المؤسسات التعليمية التي تدرس فيها الأمازيغية بأفق بلوغ 50% كنسبة تغضية كما سيعرف الموسم الجديد توسيع تدريس اللغة الإنجليزية لتغطية 50% من التعليم الإعدادي و100% بالنسبة للسنة الثانية من المرحلة التعليمية بحسب المقرر الوزاري على التلاميذ للتحق بالأقسام لتنطلق الدراسة إلزاميا في التاسع من شتنبر بالنسبة للتعليم الأولي وأسلاك التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي يوم 32 شتنبر بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية وتستمر الدراسة في السنة الثانية من سلك البكالوريا إلى غاية 24 ماي 2025 أما بالنسبة للسنة الأولى من سلك البكالوريا والجذوع المشتركة وسلك الثانوي والإعدادي والابتدائي ستنتهي الدراسة في 28 يونيو 2025 على أن تخصص الفترة بين تاريخ آخر فروض المراقبة المستمرة إلى تاريخ انتهاء الدراسة لتنظيم الأنشطة الموازية وحصص الدعم التربوي